ازيكم حبيبا عاملين ايه يا رب تكونوا بخير ان شاء الله بقى النهاردة هنعمل مع بعض شوية فول بالطماطم والفلفل حاجة كده وهم بجد تحفة جدا والناس اللي ما بتاكلش الفول لما تشوف الطريقة دي بأمر الله مش هتبطل تاكل فول بصوا عامل ازاي بجد يفتح النفس والفلفل اخدر كده فيه جميل حلوة قوي بصوا بقى اول حاجة هنعملها هجيب كده طوصة وهحط فيها شوية زيت وهقطع بصلايا كده مكعبات صغيرة زي ما انتو شايفين بالطريقة دي بجد وصفة سهلة جدا وبسيطة ان شاء الله تعجبكم وتقولوا رأيكم فيها ايه بس لازم تجربوها تمام كده اهو طبعا انا بقى هقطع البصلة دي زي ما قلتلككم صغير مكعبات صغيرة خالص على قد ما تقدر يعني بس عشان ما تبقاش ايه انا بصراحة ما بحبش البصلة يبقى قطع كبيرة كده في قلب الحاجة بيبقى شكلها مش حلو تمام كده اهو بالشكل انتو شايفينو ده اه انا بصراحة لما بيجي لي مزاج كده روحوا ايما عاملة شوية الفول دول بيطلعوا زي العسل بيطلعوا حلوين جدا فانتو ان شاء الله تشوفوا الطريقة معي وتجربوها بجد بجد وهم ان شاء الله تعجبكم اهو بقى بالشكل ده خلاص انا قربتها خلاص البصلة هي بصلة واحدة اه بصوا بقى الفول بقوتها دوت طبعا كل شيخ وليه طريقة اه انا بحب عمله بالبصل بيبقى طعمه تحفة اه فيه ناس بتحبه تعمله بالتوم انا ما بحبش عمله بالتوم بصراحة يعني انا بحب عمله بالبصل بيبقى طعمه حلوة جدا اه اللي مش حابب بصل يحطه تومه فيش مشكلة بس زي ما انا ما قلت لكم كل شيخ وليه طريقة تمام كده هنقلب بقى البصلية الحلوة الجميلة ان انا قطعتها دي هي بصلية واحدة زي ما قلت لكم اهو بالشكل ده اه طبعا انا هفضل اقلب فيها لحد ما تاخد اللون الدهبي او تتبل خلص طبعا اه انتو هتشوفوا الكلام ده دلوقتي لما البصلة تتبل معايا او تاخد اللون اللي انا عايزي بس لازم البصل بالزيت او التوم لازم يبقى دية فيه علشان ما يتحرقش مني تمام لان البصل لما بيتحرق بيمرر مش عارفة يعني ما بيبقاش حلو فلازم كده انتو بقى دينا في الحاجة ما ننساش على النور وتبقى دينا فيها اه ان شاء الله بقى قريب هنعمل روتينات نعمل روتين كده مع بعض باذن الله ولو في اي حاجة معينة اه حابين اللي انا اعمل لكم فيديو بيها اه بعتولي في الكومنتات وانا ان شاء الله بامر الله هعملها لكم بامر الله اهو بقى بالشكل ده كده بصوا هي قربط طبعا تاخد لون معي لو ملاحظين يعني اهو هي خلاص دي بلت معي خالص فبتبتدي بقى تاخد اللون اللي هو الاصفر شوية اللي هو مدي على دهبي ده بالشكل ان انتو شايفين وزي ما قلتلك يا جماعة اهم حاجة بصوا يعني العين بتاكل قبل البق زي ما بيقولوا فلازم الحاجة يبقى شكلها حلو وتعمها بردوك حلو فبصراحة الفول اللي انا عملته ده طحفة لازم لازم بامر اللي تجربوا وهو ما بياخدش وقته خالص والله بس انا محبيتش اجرركم الفيديو عشان اقول لكم كل تفصيلة فيه طبعا البنات حباب قلبي اللي لسه مبتدئين في المطبخ ممكن برضو كاملوه يجربوه بتبقى حاجة كده تشجيع كده من الاهل بقى لما يعملوا حاجة لازم يشجعوا البنات ان الحاجة دي حلوة حتى لو هي مش حلوة لازم نشجع ولادنا علشان ما يقاسوش لان المرة دي عمل الوحش المرة الجاية يعمل احسن المرة اللي بعدها احسن كلنا تعلمنا طبعا ما فيش حد فينا ما تعلمش صحي كده فلازم نشجع ولادنا على كل حاجة هما بيعملوها كويسة او وحشة لازم نشجعهم يعني لو عملوا اكلة ومسلا بنتك اول مرة تدخل المطبخ وعملت اكلة والاكلة دي تلعت مثلا مش حلوة بلاشت تقول لها كده يعني بلاشت تقول لها ان الاكلة مش حلوة او طعمها وحش ولا لا احببت تتسلم ايدك هتلاقي المرة اللي بعدها عملت احسن والمرة التانية هتعمل افضل بكتير من اللي هي عملت اللي عملته قبل كده فبالتالي انت هتشجعيها تمام كده بقى البصلية اخدت له ان انا عايزة انا بقى مقطع كده طموط المكعبات مقطع فلفل بردوك نفس الكلام مكعبات صغيرة زي ما انتو شايفينه بقى كده هقلب بقى كل الكلام ده في قلبه بعضه ان شاء الله بقى كده يعني بإذن الله في كل الريديو كده نبقى نتكلم شوية مع بعض واللي عايزة اسأل على اي حاجة في التعليقات يتفضل وانا بامر اللي هرد عليها اهم حاجة بس زي ما قلت لكم نشجع ولادنا على اي حاجة هم بيعملوها بصتوا بقى بالشكل ده اهو حط بقى ليه بقى انا حطت دلوقتي شوية ملح صغيرين ليه بقى انا حطت بقى شوية الملح دول علشان يخلوا التماطم تتبل بسرعة وتتسبك تمام كده طبعا انا بقى هافضل اقلب فيها كده شوية بقى صغيرين مش كتير اهم بالشكل ده تحفى بجد بصوا خلاص بصوا دي بليت ازاي يعني دي بليت خلص معي كده التماطمية ده بقى اللي انا عايزي هادب بقى ربع كبات مية تمام عشان تبقى جوس كده وحلوة بصوا عاملت ازاي والله يا جماعة ما خدت وقت معي خلص يا دبك هي البصلية بس كده يعني اتحمرت وانا زي ما انتو شايفين كده حطيت عليها التماطم بالفلفل طبعا ببقى مقطع الفلفل والتماطم قبلها بصوا بقى اللي مش حابب فلفل ما يحطش بس الفلفل الرومي ده او الحار بيخلي طعم رهيب يعني ان شاء الله اتجربوه اطلقوا رأيكم ايه انا حط بقى شوية كمون كده لان الفلفل طبعا الفول اساس الكمون كلنا عارفيني المعلومة دي الفول بيحب ان احنا نحط له كمون كتير حطيت كده معلقة حلوة كده وشوية فلفل اسود وهقلم بقى اللي وصل بقى معي حباب قلبي في الفيديو الحدي كده ياريت يعمل لي لايك ويعمل لي واللي اول مرة يشوفوا في القناة يعمل سبسكرايب ويفعل جرس التنبيه علشان الفيديوهات توصلوك اول باول اي فيديو انا بنزله هيوصلوك بامر الله بس فعلوك جرس جرس التنبيه عشان الاشعارات بتجيلكو اول باول تمام وعايزة بقى لايكات كتير 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 بصوا بقى اهي خلاص اتسبكت اعتبر كده خلاص اتسبكت معي بصوا اول ما لقى الحروف كده لونها بقى احمر من التنية خلاص كده تسبكت اهي شايفين كده اهو بالشكل انتو شايفينو ده بجد والله العظيم ما شاء الله طحفة جدا اهو ايه رأيكم بشكلها حلوة قوي هنزل بقى كده بكيس الفول اللي انا جبته وبصوا واعملني ازاي الكيس كان سخن جدا الحمد لله على كل حال اهو بالشكل ده بقى ايه رأيكم وهقلب بقى الطماطم المتسبكة دي بالفول حاجة كده والله العظيم وهم 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 انا عارفة الناس اللي هي عندها النقرص ممنوعانها الفول بس يعني خدي كده على نفسك معلقة مجد حلو جدا يا جماعة متحلموش نفسكم الحاجة يعني اللي ممنوع منه اي اكل ياخد بس كده حاجة صغيرة قوي على نفسه مش اكتر تمام ايه رأيكم بقى في الشكل التحفة جميل جدا ولا اخد معايا اي وقت يعني هم عشر دقايق يمكن اللي اخدهم معايا مش اكتر من كده هحط بقى بقى الملح لان انا كنت احطى شوية صغيرين خالص اه وهدوق طبعا الناس اللي هي ما بتثبتش اداءة في الملح تحط شوية صغيرين ودوق لحد ما تثبت الدنيا تمام كده اهو كده بقى خلاص خلص معايا وهطفع لي رأيكم ما شاء الله حلو جدا اهم حاجة بس لما نيجي نجيب الفول لو احنا ميش عاملينه في البيت نجيبه من عند حد احنا وصقين فيه وعارفين ان حاجته نجيفه ما نجيبش من اي حد وخلاص انا بص ما شاء الله الفول ان انا جايباه لونه حلو كده وفاتح مش غامق ولا اي حاجة واحنا بنجيب من حد عارفينه ووصقين فيه بص شكله حلوة قوي يارب يكون الفيديو عجبكو وزي ما قلتلكم ما تنسوش التعليقات تحطوا لي بقى تعليق حلو كده وتحطوا لي لايكات كتير وان شاء الله نتقابل في الوصفة جديدة واسبكم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته